مساء الخير او صباح الخير يا برج الاسد اه حسب الوقت اللي هتشوفني فيه ان شاء الله. ازي احوالك يا برج الاسد يا رب تكون دايما بخير وبساعدة دايما. احوالك اي انا شايفك اهو دفول يعني من غير اي حاجة انت سعيد. ومنطلق كده وحياتك جميلة ممكن تكون مش في علاقة عاطفية. اه ممكن تكون لوحدك هذه الفترة. اه ممكن تكون برضو خارق لسه خارج من علاقة او بادئ علاقة. خلينا هنشوف برضو اللي وراك. ده انت وراك الفور اف بانتاكيلز والنيت اوف سورس. في حد اه متابعك وبصص عليك من بييت على فكرة برج الحمل وانت واقف على الصخرة كده وبصص للشمس والهوى والمية. في حد متابعك ممكن وبصص عليك. ده مش بصص عليك بس ده متمسك بيك كمان. وممكن تكون انت مش عايز اه تخش معه في علاقة او انك عايز تبدأ مع علاقة. ده اللي هنشوفه. الوقت. طب خلينا نشوف طيب لو انت ممكن تكون في بداية جديدة يعني. ممكن. خلينا نشوف طيب اه مشاعر الحبيب. شايفك ازاي اه مش بقولك بصص عليك. اه بصص عليك وهو فعلا شايفك نجمة. برج الاسد بجد من الابراج اللي لما عملها اقراءة لازم يطلع فيها ستار. ليه معرفش? طبعا انت ستار. بس انت معقول يعني ايه حد يشوفك كده لهو واو. ده مش ده ده بنا ايه دم معانا? طيب لو زعلان منك زعلان ايه? او متدايق مسلا. شايف العلاقة ازاي? ده بقى بص ده معجب? معجب بيك ما بقولك بصص عليك وانت بص وقف على الصخرة. انت شكلك كده بتبهر الناس الايام دي. بص احنا في الشتا ووقف جنب النهر ولا همك ولا همك. متك تكيني هنا وانت ولا همك. ممكن تكون وحدة وانت واحدة وجزابة اوي 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 وهزا الشخص معجب بيك اوي. طيب نيته الداخلية وما يزهره. وهزا الشخص عامل ايه في حياته? طيب هوا مبدئيا انت شكلك مش في علاقة ممكن يكون ده اعجاب. ممكن حد اعجاب. او شخص بيكلمك دلوقتي. اه ولكن بيلمح لك من بعيد انه معجب بيك. القراءة دي تقومه متاعه لحد ما يعني. طيب اه مبدئيا هزا الشخص مشاعره ايه? ممكن نقول انه هو مسده لك. ومشاعره مسكه في ايده كده عايز يسلمها لك نفسه يديلك المشاعر دي. اه ممكن تكون بتتعامل مع حد برج اه ترابي. اه ممكن تكون برج حمل بتتعامل معي. اللي عندي هنا يعني بفتقد برج الحمل اصلا. اه ده له وكمان ايه تاني. وميزان مسلا. اه برضو ده برج الحود. زين جيتمان برج الحود برضو. طيب اه كوين اوف باندكالز. اه هزا الشخص بيحبك على فكرة. ولكن حب بطريقة غنيبة شوية. هزا الشخص عايز يمتلكك. مش امتلك وحش. ولكن بص عايز يمسكك زي ما هو مسك الحاجة كده بص كل حاجة يمسكك. هو عايز يمسكك. لان انت مفيش حد يمسكك. انت لوحدك كده طاير بصص بعيد ومش عايز حد يجي جنبك. او مهتمة قوي باعمالك وبشكلك محلوة قوي انت برجل اصلا الفترة دي سواء رجل اصلا. محلوة يعني عملت حلاوة علينا. فهزا الشخص عايز يمتلكك باي صورة من الصور. سواء خطوبة زواج علاقة. لان هو شايفك انت زي النجمة ستار. شايفك زي النجمة بالزبط. وبص حتى هنا لوحدك برضو. يعني زي ستار هنا شخص لوحده. وبرضو هنا شخص لوحده. فممكن تكون انت حاليا مهتمة بانجازاتك قوي. ومش مهتمة بيها بس انت مهتمة بيها ومحقق نجاحات. فهذا شخص مبهور بيك. فهو عايز يمتلكك ويخلي مشاعره مستقرة. يقول هيلك مسلا يقولك انا معجب بيك وعايز واحد اتنين تلاتة معيك عشان نبدأ علاقة مسلا. اه طيب هو زعلان منك. لو زعلان منك زعلان ليه? ممكن يكون زعلان منك لانك موقف العلاقة. انت يا برج الاسد مهتم بانجازاتك المادية فقط. هو زعلان لان مفيش تساوي في هذه العلاقة. شخص ده معجب بيك اعتقد وده بنسبة تسعين في المئة. دي اه علاقة تراش. اه حد اه هو صرح لك بعجيب واعتقد بالفعل. وقال لك انا مش هسيبك مسلا. خلاص بقى انا احبيتك ولايتك وانت ما زلت في مسلا عاشر واحدك. خلاص من عادي. موجبين كتير يعني مجاتش على ده مسلا او مجاتش على دي. طيب هو شايفك ان انت معلق الموضوع بص برضو لوحدك. برضو لوحدك. يعني انت برضو لوحدك انا في الصورة. ومختار طريق تاني غير طريق الحب. مختار ان انت تسلك مسلا طريق النجاح الفلوس. اه تخلص دراستك او تخلصي كليتك. تخلصي شغلك. تترقى في شغلك او تترقى انت او هي تترقى. والعلاقة بينكم مش متوازنة. مش عايز تدي وتاخد معاه. ممكن تكون مسلا ما بتردش عليه مسلا فترة فترة لا. بتتعمل في العلاقة. فواز علام منك بانك معلق الموضوع لانت عارف تقرب ولا بتبايد. مرة بتدي. مرة ما تديش خالص. مرة تتكلم. مرة ما تتكلمش خالص. ارحم هذا الشخص يا مرجل ارحمه. ارحمه. ارحمه من جبروتك. هو بورك الاسد بيحب يثبت نفسه على فكرة في العلاقات دي مش عجواشة. لكن هو بيحب لما يخش علاقة. يحس كده ان اللي قدامه عايزه. وهي اتهافت عليه. طيب اه هو شايف العلاقة ازاي؟ شايف ان العلاقة دي علاقة جميلة قوي. وهي نقصها بس كباية واحدة ونجيب المقزول. والله لان بعد الورقة دي هي اتين اف كابس اتين من جاوزين. فهو هذا الشخص انت بالنسبة له ستار. الامنية الغالية على قلبه. فهو لو العلاقة دي ابتدت. فهو قد حقق الامنية العاشرة بالنسبة لي. وتقريبا لانزا شخص مستقر ماديا. واعماله كلها مستقرة. وعنده الشقة. ودهنها. وكل حاجة تمامة. هو بس الناس انت العروسة تاخذ المفتاح وتخش الشقة. بس. او العريس دي خلاص يجيب ايقر الفتحة مع بابا وخلاص. فانت الامنية العشرة او انت الامنية العشرة. اه مش بقول لكم الاقراءات تاعت الكراش دي بحبها او بصراحة يعني. تظهر الاقراءة كده في نص الحباء. هو نيته الداخلية ايه هو عايز اشتغل معك في العلاقة. ومش عايز يبقى مثلا يعني ميكونش فيه ياخد ويدي معك. لا هو عايز عايز يشتغل في العلاقة هو مستعد انه يبزي المجهود عشان يلفت انتباعي. بس انا قبل ما اشوف الورقة دي. انا عايز اعرف انت اه ليه مش عايز ترتبط بيه. او مسلا مؤجل الموضوع. هل انت اصلا معجب بيه او منجذب له? هل نشوف. هنقفشك يا برج الاسد. والله يلاقفشك. هل انت برج الاسد كده لطيف. منجذب على هزا الشخص. اه. والله انا خايف اكون مش منجذب له. بس انت شكلك كده. انت منجذب له. انت منجذب له وهو عقبك. على فكرة الشخص ده ترابي. او شخص بالفعل هو غني او شكله حلو وجذاب. ولكن انت عارف انت اه 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 لو انت حد بيتفرج على برج الاسد و برج الاسد بيعمل معك كده. برج الاسد معجب بيه جدا. وعلى فكرة عايز يديك يا كوباء. اه بس برج الاسد بيعمل كده عشان يعني بيتدلع. انت ممكن تكون بتدلع على عايز الشخص اللي هو خلاص بقى اه ما تبص كده يا عماد لا. اه. اه برج الاسد بيتدلع. انت يا برج الاسد بتتدلع الشخص ده هو عقبك جدا. ودخل دماغك اوي. دخل دماغك اوي هذا الشخص. لو انت راجل فالبنت يدخلها دماغك اوي. بس انت مش عايز تظهر له ده. يمكن في الوقت الحالي. او عايز تبيله انه انا مش فاضي والله العلاقات خالص. تماما يعني. العلاقات دي اخر حاجة عندي بقى. ان تخطب امتى بقى? ممكن تكون بتحب انك ده فيه فيه ناس بحب تمط في العلاقات. يعني مسلا الاعجاب ما ياخدش الا شهرين لا هو ياخد ثلاثة اربعة خمسة. بس هي علاقة جديدة يعني. وهو معجب بيك وانت كمان معجب بيه. بس مش عارف انت بتعمل مع كده ليه? اه طيب هو هيزهر لك ايه? هو هيزهر لك اه ثريو فوند. ده هيتخنق معاك. ده هيجيب ناس يتخنق معاك كمان. لا 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 الشخص مش سهل خالص. طب مش هيسيبك على فكرة. اه لهمك يعني. بص انت 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 عمله خرم في دماغه يا برجل ازا. خرم. كبرياءك عامل للرجل او مش عارف انام. او مش عارف اتنام. مش عارف يسيطر عليك. عايز يمسكك من حتة مش عارف. ناوي يعمل معاك ايه? هو ناوي يحط النقط على الحروف. يعني هيجي في مرة يقولك اه هو انت عايز ايه? انت عايزني او انا مش عايزني. هو هيوقف وقفة كده مع النفس ويجي يقولك انت عايزني او انا مش عايزني. عايزني هفق معاك. مش عايزني هنسحب والله يا ابن الحلال انا رجل عندي شغلي. عندي اولوياتي وعندي علاقاتي وحاجاتي كلها. انا والله عجبت بيك ودخلت البيت من بابه. او من شباكه. وليفور يعني. عادي في الدول الارضي ممكن يكون الشباك عادي من نخش منه يعني. مش موضوعنا مش موضوعنا. لكن هزا الشخص هيوقف يقولك. اه انت عايز ايه? عايزني اتقدم? ولا عايزني? انا شي بصيب لك العلاقة الخالصة. هو ممكن تحدث مشدة ما بينكو. لكن هتبقى كويسة. وهتنتك بثمرة حلوة. يعني الشخص ده زي ما يكون هيخرج اللي جواتي. احذر منه بابر جلاس. انت لو ما خد ان انت معجب بيه ممكن يخليك يوصلك لمرحلة ان انت تقوله انا معجب بيك. والله يمعجب بيك بس ما تمشيش. لان هو عايز يعرف حيات مش عالك. عايز يفكك من الربطة دي. هتقعد بقى رابط لي بقى في الليلة دي مش هنخلص. فهي تخانق معاك بس اخناقة وهمية يعني مش خناقة حقيقية. هي اخناقة القصد منها خير. ان هو ما يعرف انا موضوع ايه في العلاقة. اه حياته ماشية ازاي? حياته ماشية بالميزان ده الرجل ده او شخصية دي سواء بنت او ولد. هذا الشخص ميزان. حياته بالميزان. علاقاته اشياءه كلها بالميزان. فهو كمان مختارك انت كمان بالميزان. يعني هو كمان يعني عينه وقعت عليك واختارك وعايزك. هتقبل يا برج الاسد ولا لا. تعالي شوف طب نصيحة التروليك يمكن تكون خايف. بس انا حاسك بتدلع ما انتش واحد خايف يعني. شوف نصيحة الترول برج الاسد. من شكلك خايف بقى وانا ظلمتك ولا ايه? انت خايف على فكرة من هزي العلاقات. وماشي ببطء وتكاد تكون مش ماشي اصلي. يعني انت كاد تكون واقف على الحصان ومش ماشي. طب بص بقى برج الاسد. انت كنت خايف من هذا الشخص فهذا الشخص حقيقي جدا. بيحبك بيحبك. يتمنىك يتمنىك. عايز ايه? عايز علاقة جدية معك. فارجوك ما تظهرش اشياء عكسي ما بداخلك. بمعنى. وانا هفضل اقولها. هفضل اقولها طول عمري. يا جماعة ان كنتو خايفين. قولوا انا خايف. قولوا انا خايف. ليه? ليه? عدم ازهار الحقيقة للطرف اللي معاك بيخلي يتوهم اشياء. يعني هو دلوقتي حاسس بانك متنك عليه. وان انت مراخيرك فوق ومش عايز ترتبط بيه. ومعانك ممكن تكون شايفه هو كمان حد جميل جدا وعايز ترتبط بيه. خايف اقول لي والله انا بخاف من العلاقات. بص انا بخاف من النهاية. اثبت لي بقى ان النهاية تبقى حلو. خليه بقى يجيب يشوف هيثبت ازاي. بس هزا الشخص جاد جدا. ومستعد ان يبني معك هزي العلاقة. فلو انت عتبتنك عليه ارجوك توقف تماما عن هزي الحركات. طيب اه العزاب. من القادم في الطريقة. اه في حد من الماضي يا برج الاسد. وبيفكر فيك قوي. ممكن يكون برج العزراء. وممكن يكون برج مائي. اه هو الحقيقة مش هقول قادم في الطريقة لان هنا واقف. هو واقف خالص. اه بس لو انت كعازب انفصلت عن حد. فهزا الشخص ندمان عليك قوي قوي قوي. ندمان عليك قوي. اه هي جد كده بقى ان هو هو مش جاي. هو مش هيجي. لكن هو اه قاعد لوحده كده. وبيراجع ذكريات العلاقة ووقت الانفصال. وليه حصل اصل الانفصال ما بينكو. اه هل هو هيتقدم ولا لا اعتقد لا في الفترة دي بالتحديد. لان هو ندمان قوي 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 عليك. وماسك الكوباء بتاعته وعمل يقول يا ترى هيرجع. يقدر يرجع ولا. هو عايز يرجع. عايز يلف داره بس يبص عكوبيتين ويجي لك. بس هو مش هيقدر. هو تعبان نفسيا على فكرة. اه ان كان شخص ده. ليك ممكن يكون شخص ده ظهر لنا. عشان يجيب لك رسالة. هنشوف رسالة الشخص ده لك ايه? ان هي كده. هو عايز يقول لك حاجة. المفاصلين يا جماعة. او العزاب بس ليهم معلاقة سابقة يا. يا الهربية ده ضعبان قوي. عايز يقول لك انه زعلان فعلا. وفرائك سبب له جرح في قلبه. اذا في حد من برج العزراء. او برج مائي. حوت سرطان عقرب او اي برج مش مشكلة. آآ من الماضي. انت يعني سايبه بقلك فترة. عايز الشخص مجروح قوي. وعايز يقول لك انه تعبان من غيرك قوي. قوي يعني. ونفسه يتقدم نحوك. لكنه شاعر بان خلاص كل شيء. بخ. كل شيء انت. شوف انت تعمل ايه برج الاسد طيب. لان شخص ده تعبان قوي. قويا. آآ. ان الورقة دي كانت ازاي نميزه فهو بمكن يكون برج عزراء او تحركاته بطيئة شوية في العلاقة. شكرا لك يا برج الاسد.